من ضمن الأسئلة أشرب بيقول لنا جالي الاستعلام الأمني بتاع البنك الأهلي النهاردة إيه الخطوة الجاية والمفروض الوقت يكون كم يوم على استلام للشغل نصيح تليك خلي بالك طويل خاصة في البنك الأهلي لأنه بياخد بروسس طويلة جدا جدا أنا نصيح تليك كمان بقول للناس يقدموا على شغل وروحوا انت رفيقهات حتى لو جالكم الاستلام الأمني يصبروا لأنه ممكن الموضوع يطول ممكن ياخد وقته طويل فالخطوة جاية أنك تخليك زي ما أنت تتابع مع البنك أكيد بيبقى فيه رقم للتواصل لأنه أنت خلاص اتعديت ليه مرحلة الاجتياز الأمني فأنت تتابع مع الـ HR قول له حداك عاوز إيه حاول أنه دايما تعمل follow-up معي ولكن نصيح تليك يا أشرف قدم على ماكن تانية لكن خالص ما جاليش البنك ولكن اشتغل لأن البنك بياخد وقته طويل وشوفنا ناس طويل سنة سنتين مش عاوز أحبطك وقول لك أنك يحصل ده معك ولكن أنا بقول لك على أرض الواقع في حاجات بتحصل زي كده فخلي عندك صبر وقدم على أكتر من مكان ونصيح تليك في هذه الفترة حاول أنك تفكر إيه اللي أنت ممكن أن يساعدك توضب مثلا مكتبك توضب لبسك تحضر نفسك لو فيها يعني زبط نفسك بحيث أنك لو بقى جي الشغل إن شاء الله تنزل الفرع وإنت بإذن الله محقق النجاح الكبير وربنا وفاك إن شاء الله وما تقلقش والأرزاء على الله مرة تانية بلقش تحطان أنا خلاص اشتغلت لأ لكنها ما جاتش هو ده اللي دايما مقوله للناس ابدأ إنك قدم على أكتر من مكان جت خلاص الحمد لله ما جاتش يبقى أنت عامل بديل لده وربنا وفاك إن شاء الله